شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين نحن الآن على مشارف أيدي الفيطر المبارك وفي هذا اليوم أتحدث بإذن الله تعالى حول برنامج من ثلاث نقاط يتعلق بهذا العيد النقطة الأولى أننا ينبغي أن نجعل هذا العيد عيد الصلاح هذا المفهوم مفهوم الصلاح يشكل إخدع الفوارق الرئيسية الواضحة بين المنهج الإلهي والفكر المادي في الحضارة المادية التي طغت الآن على العالم في هذه الحضارة لا يوجد هناك موقع لهذا المفهوم لأن الشيء الذي يحرك هذه الحضارة عامل الخوف والطمع طبعا الخوف في مراتبه الهابطة والطمع في مراتبه الهابطة لأن الخوف له مراتب والطمع له درجات الشيء الذي يحرك الحضارة المادية عاملان عامل الخوف وعامل الطمع تخاف من شخص أو تطمع في شخص هذا هذا هو الذي يحرك هذه الحضارة أما وراء الخوف ووراء الطمع فلا يوجد هناك مفهوم آخر مفهوم الرحم هذا المفهوم لا يوجد له موقع في الفكر الماد هذه المفردات المتعارفة عندنا نحن المتدينين صلة الرحم هذه المفردة لا تجدونها في المنهج الماد هناك امرأة طاعنة في العمر عمرها ثمانون عاما لا تخاف منها ولا تطمع في أموالها ولا تطمع في ثروتها ولا تنفعك في أي بعد من أبعاد الحياة الإنسان يأتي لزيارة هذه المرأة العجوزة شنو معنى الفكر المادي لا يفهم هذا المنطق ولا يستوعب هذا المفهوم هناك شيخ كبير في العمر لا يرجى خيره ولا يخاف شره واقع في جانب من المستشفى انت تسير مسافة طويلة حتى تزور هذا الشيخ الطاعن في العمر لماذا؟ هذا المنطق مو مفهوم في الفكر المادي صلة الرحم لا موقع له الزيارة لا موقع له الزيارة أحياناً بعض الغربيين عندما يشوفون هذه الأشياء عندنا نحن المسلمين يتعجبون من ذلك ضيارة يعني شنو؟ واحد يضيف إنساناً على طعامه في بيته يعني شنو هذا؟ هذا مو مفهوم الهدية التي ورد التأكيد عليها في الروايات لا مفهوم لها في الفكر المادي هذه مجموعة من المفردات يؤكد عليها الفكر أو المنهج الإلهي ولكن ما إلها موقع في الفكر الماد ولذلك حقيقة واحد عندما يشوف الواقع أنتوا لا تلاحظون المظاهر المظاهر مظاهر براقة أحد المؤمنين كان قد ذهب إلى إحدى البلاد الغربية اللي إحنا ننبهر بمظاهرها ببهرجتها ببريقها يقول أنا من بعيد كنت أنظر إلى هذه الحضارة نظر إكبار وتعظيم ولكن الحمد لله أنني ذهبت في قلب هذه الحضارة ورأيت واقع هذه الحضارة من قريب فرأيت أن هذه الحضارة هذه الحضارة الغربية تعاني الخواء الكامل كأنهم خشب مسند عرفتهم من داخلهم عرفتهم من أعماقهم يقول الحمد لله اللي عرفتهم من قريب أنتوا لاحظوا هذا المثال البسيط إنسان هذا الإنسان يسير في صحراء قاحلة فيها مخاوف فيها أخطار فيها أهوال هذا أحياناً هذا الإنسان يسير في هذه الصحراء وحده وأحياناً يسير مع جماعة إذا هناك جماعة الإنسان يشعر بالقوة هذه الجماعة تعطيه قوة القلب خوفه يقل ربما خوفه ينعد ولكن إذا وحده لا يعلم ماذا يجري عليه هذا كم يشعر بالوحش وبالوحدة وبالغربة الإنسان في ظل الحضارة المادية يشعر بهذه الحالة أنه وحده لا يمشي في هذه الحياة ماكو واحد حوله إذا تمرض ماكو واحد يعود إذا واحد يعاني هذه الحالة تمرض من يعوده العيادة ما إلهم أفهوم في الفكر الماد وإذا واحد يعوده يعوده طمعا في ماله لأنه يطمع في ماله يطمع في جاه يطمع في منصبه مو يعوده لأجله أو يعوده لله إذا تمرض ماكو واحد يعود إذا مات ماكو واحد يحضر جنازة إذا وقع في مشكلة ماكو واحد يقف معه في تلك المشكلة هذا الإنسان ما يشعر بالوحدة في هذه الحياة ما يشعر بالغربة في هذه الحياة ما يشعر بأنه يعيش في غاب ومجموعه وحوله مجموع من الذئاب التي تريد افتراسه هذا هو الفكر الماد أما في المنهج الإلهي هناك تأكيد على كل واحدة واحدة من هذه المفردات بعيداً عن مقاييس النافع والضرع ينفع أو ما ينفع حقيقةً واحد أحياناً يروح إلى زيارة واحد يشوف لا ينفعه بشيء ولا يمكن أن ينفعه بشيء ولكن يفكر أن هذا العمل يرضي الله تعالى لأجل هذا عيد الفطر المبارك مناسبة طيبة لإعادة الصلاة المقطوعة يحدث بين الأقرباء بين الأصدقاء بين الأرحام بين الرجل وزوجته حقيقةً هذه الحضارة المادية شرها أخذ يشملنا نحن المسلمين كل ما أكثر هذه الحضارة المادية تدخل في بيوتنا الآن الحضارة تدخل في بيوتنا يوم من الأيام واحد كان يروح إلى بلاد الغار فيحتك بهذه الحضارة المادية الآن الحضارة المادية تأتي في غرفنا هي تأتي كل ما هذه الحضارة النفوذها يزداد في بلادنا في بيوتنا التفكك يصير أكثر الخلافات بين الرجل والمرأة تكون أكثر الآن ما من بيت إلا ما خرج بالدليل إلا ويوجد هناك خلاف بين الرجل والمرأة الرجل مراضي عن المرأة والمرأة مراضية عن الرجل الأولاد مراضين عن أبوهم الآب مراضي عن أبنائهم هذا يحدث هذا اليوم يوم عيد الفطر ينبغي أن نجعله عيد الصلح أنه واحد يصل أرحامه يصل أقرباءه يصل أصدقاءه إذا بينه وبين واحد كلام يحاول أن يرفع هذه القطيع الآن خوش مناسبة لذلك هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه آثار وضعية كبيرة في الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في عمر الإنسان هذا في الحديث أحيانا الإنسان بقي من عمره ثلاثة أعوام فيصل رحمه الله يكتب له بدل الثلاثة ثلاثين ثلاثين عام وأحيانا يكون قد بقي من عمر الإنسان ثلاثين عام فيقطع الرحمة الله يمخذ ثلاثين ويكتب مكانه ثلاثة أعوام زيادة الرزق البركة التسهيل للحظات الاحتضار التخفيف في الحساب هذه كلها من بركات صلة الرحم هناك حديث مروي عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم حول قارون قارون بعد أن خسف الله تعالى به الأرض الله تعالى وكل ملكا يعذبه في كل يوم إلى يوم القيام في يوم الأيام وقارون في حالة العذاب سمع صوت آدمي في أعماق الأرض أو في أعماق البحار صوت آدمي يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتعجى وقال للملك إني أسمع صوت آدمي فأنظرني الله تعالى أوحى إليه إلى الملك أنه أنظر أمهل قال قارون من أنت قال أنا المذنب الخاطئ يونس ابن متى كان في بطن الحوت فقال له ماذا فعل موسى ابن عمران قارون كان ابن عم موسى ابن عمران كان ابن عم موسى ابن عمران في رواية وفي رواية ثانية كان ابن خالته قال ماذا فعل موسى ابن عمران سؤال سؤال عن قريب من أقربان فقال يونس إنه مات ولو بالسؤال ولو بهذا المقدار فقال قارون ماذا فعل ماذا فعل هارون ابن عمران قال مات قال فما فعلت كلثم بنت عمران وكانت وكانت قد سميت له يعني لقارون في أيام عندما كان في هذه الحياة فقال قد ماتت قارون مات موسى مات كلثم ماتت فقال قارون وأسفاه على آل عمران هو بهذا المقدار ابداء التفاع ابداء الألام بهذا المقدار واحد عندما يقول لكم مشكلة واحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولو بهذا المقدار الله تعالى شكر له ذلك هذه الكلمة وأسفاه على آل عمران أنهم ماتوا وذهبوا الله تعالى شكر له هذه الكلمة وأوحى لذلك الملك أن ارفع العذاب عنه في أيام الدنيا ما يعذب لهذه الكلمة الآن في هذا العيد المبارك ينبغي علينا أن نحاول أن نعيد العلاقات المقطوعة شوية يحتاج إلى إرادة شوية يحتاج إلى الضغط على النفس لحظات واحد يذهب ويصالح المرأة عندها نزاع مع زوجها تتنازل في لحظات لأجل الله الرجل عند خلاف يتنازل في لحظات لأجل الله سبحانه وتعالى هذه النقطة الأولى لنجعل هذا العيد عيد الصلة النقطة الثانية لنجعل هذا العيد عيد الفقراء هذه النقطة الثانية أيضا هي من امتيازات الإسلام الأعياد المادية ورأيتموها أعياد تتلخص في أعياد مادية شهوانية شهوانية جسدية شخصية هذا مما يسجل حقيقة للأمة الإسلامية أن هذا العالم أن هذا العالم كل استقبل هذه الألفية الجديدة بالأعياد المادية الماجنة أو بالأعياد المادية الجسدية كل العالم كل العالم ولكن لعل الأمة الوحيدة التي استقبلت هذه الألفية بالعبادة بليالي القادر بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية كظاهرة عام أعياد الآخرين أعياد أنانية أعياد شخصية أعياد مادية أما الإسلام عندما تلاحظون تجدون في أعياده البعد الروحي وتجدون في أعياده بعد التفكير في الآخرين مو أنه أنا في هذا العيد أبتهج وأفرح لا الآخرون أيضا يفرحون ويبتهجون في عيد الفطر المبارك الإسلام يقول للإنسان يجب عليك أن تكون في فكر الفقراء كل إنسان يجب عليها أن يدفع مقدارا من ماله للفقراء يعني هذا العيد مو إلي فقط ولأولادي ولذرية ولعائلتي إذا أنا عندي أولاد الآخرين أيضا عندهم أولاد إذا أنا عندي عائلة الآخرين أيضا عندهم عائلة إذا أنا عندي مصارف الآخرون أيضا لهم مصارف عيد الفطر عيد التفكير في الآخرين يجب على كل إنسان أن يدفع من ماله مقدارا للفقراء ثلاث كيلوات حنطة أو شعير أو تامر أو ما أشبه ذلك يدفعها للفقراء يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله المن يعول حتى الخادمة اللي في البيت إذا أنت تعولها يجب عليك أن تدفع عنها زكاة الفطر هذا معنات أن العيد فيه بعد اجتماعي عيد الأضحى هذا العيد الثاني المهم أيضا فيه بعد اجتماعي أنه اذبحوا الذبائح الذين هم في منى والذين هم في الخارج يذبحون الذبائح وجوبا أو استحبابا ويعطونها للفقراء ولو جزء منه مقدار منه الله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائسا فقير هذا معناه أن الإنسان يفكر في الآخرين حقيقة هذه الأدعية التي قرأناها في شهر رمضان فيه إلفات إلى هذه القضية يعني حتى واحد في بيته في غرفته أغلق باب الغرف عندما يقرأ الدعاء الله تعالى يقول له فكر في الآخرين اللهم أدخل على أهل القبور السرور يعني أكو أفراد تحت التراب انت فكر فيهم اللهم أغني كل فقير يعني أكو هناك فقراء أنا أطلب من الله أن يغني اللهم أشبع كل جائع يعني أكو هناك أفراد جائعين اللهم أشبعهم اللهم أكسو كل عريان أكو هناك أفراد أرات اللهم أكسوهم هذا بعد اجتماعي حتى عندما يخلو الإنسان بالله تعالى الله تعالى جعل في هذه الخلوة بعدا اجتماعي هذا من عجائب الإسلام أنه مزج بين العبادة والمجتم الإنسان في هذا العيد لا يقتصر على زكاة الفطرة فقط زكاة الفطرة واجب وإنما يحاول أن يفكر في الآخرين الشيخ محمد حسن الكاظمي هذا واحد من علمائنا الكبار وذكروا أنه كان المرجع الأعلى في حياته لاحظوا هذه الدقة في يوم الأيام الشيخ محمد حسن الكاظمي ذهب إلى كربلا لزيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه مع بعض تلامذته أنهكه في السفر ولعله كان شيخ طاعن في العمر في ذلك الوقت عندما وصل لكربلا كان منهك وجائع ولكن قال أول أذهب إلى زيارة سيد الشهداء ثم أعود للراحة ذهب إلى الزيارة ثم عاد إلى البيت لاحظوا هذه الدقة عندما نجلس على موائدنا يجب أن نفكر في هذه القضية فطلب طعاما راحوا جابوا لطعام من السوق أكل اللقمة من هذا الطعام ثم بعد ذلك التفت إلى الذين كانوا معه وقال بكم اشتريتم هذا الطعام فطلب طعاما نحن عندما نجلس على المائدة يجب أن نفكر عندما نذهب إلى السوق ونشتري يجب أن نفكر هذا مو معناة أن واحد يحرم على نفسه الطيبات وإنما يفكر في الآخرين قالوا بكم اشتريتم هذا الطعام فقالوا له بالمقدار الكذائي ففكر وقال إن عاملا متواضعا يعمل من الصباح إلى الليل في الصيف تحت حر الشمس اللهب في الشتاء في ذلك البرد القارس وعلى أثر هذا العمل من الصباح إلى الليل يعطو هذا المقدار لينفقه على نفسه وعائلته أنا أكل طعاما بمقدار عمل عامل ليوم كامل أنا ما أكل هذا الطعام اللي قيمة عمل عامل كامل ليوم كامل هذا ثمن هذا الطعام أنا ما أكل هذا الطعام ارفعوا هذا الطعام نقل لي أن عاملا في إحدى البلاد الإسلامية يعمل شهر كامل شهر كامل يعمل في تلك الحر الله بعد الغداء يخرج إلى العمل على دراجته ويعطونه في نهاية الشهر ما يعادل عشر الدنانير شهر كامل يعمل من الصباح إلى الليل مقابل ما يعادل عشر الدنانير واحد يأتي ويبذر الأموال يصرفها لا يدقق فيها هذه القضايا تحتاج إلى دق نحن يجب أن نفكر في أن نجعل هذا العيد عيد الآخرين أيضا وننقل هذه القضية أيضا التي تنقل عن الشيخ زين العابدين المازندراني رحمة الله عليه وهو أيضا من كبار علماء الشيخ المازندراني كان في لحظات الاحتضار فعاده أحد العلماء شاف نوعا ما مضطرب هذا العالم وهذا العالم كان من الأفراد المعروفين بمساعدة الآخرين كاتبين في أحوال الشيخ المازندراني أحيانا في كثير من الأحيان ما كان عنده مال كان يقترض من الآخرين ويعطيه للفقراء قرض فشاف مضطرب هذا الشيخ فأخذ يهون عليه أنه هذا الطريق يجب أن نذهب نحن فيه جميعا ما كو خوف فقال الشيخ أنا لا أخاف الموت حقيقة هذه حالة مهمة أن الإنسان يصل إلى مكان لا يخاف الموت قضية محلولة نحن أعلان إذا يقولون أنه غدا يوم الأجل أو الآن حاضر يقول لا فاتشهر بعان نصفي حساباتنا نقضي صلواتنا نعدي ديوننا كله أنا ما أخاف الموت ولكن أنا أخاف من نقطة واحدة وهذه النقطة أنه عندما أموت كما نحن نعتقد روحي تعرض على ولي الأمر المهدي المنتظر الله سلام ولي ولي صلوات الله وسلامه عليه إذا الإمام سألني أننا أعطيناك وجاه في هذه الدنيا أنت مال مكان عندك ولكن كانت عندك وجاه يعني الناس يثقون بك ويعتمدون عليك لماذا لم تبذل جاهك أكثر من أجل الآخرين أنت اللي عندك هذه الوجاه الناس يثقون بك ليش ما بذلت من جاهك أكثر في سبيل الآخرين أنا شنو جوابي للإمام المنتظر أنا خايف من هذه النقطة فقط الله تعالى إذا أعطى لشعب قدرة أو أو أعطى لفرد قدرة يجب عليه أن يبدل هذه القدرة للآخرين هذا امتحان هذه القدرة تبقى أياما وتنتهي الإنسان يجب عليه أن يحاول أن يستفيد من هذه القدرة للآخرين هذا من أفضل الأعمال المقربة إلى الله إذا واحد يتمكن الحمد لله من نعم الله على المؤمنين هذه اللجان الخيرية الموجودة في يوم من الأيام كان واحد يجب يروح يبحث يسافر يبحث عن يتيم عن فقير يتكفله ما يعلم صدق مصدق واحد ما له قدرة كبيرة على الفحص والتحقيق الآن الحمد لله اللجان الخيرية كثيرة عندهم تحقيق عندهم فحص هذه من نعم الله تعالى على المؤمنين هذه اللجان الإنسان يذهب يتكفل عشرة أيتام عشرين يتيم ثلاثين يتيم مات يتيم بمقدار ما يتمكن يدخل البهج في قلوبه هذا اليتيم عندما يلبس هذا الثوب الجديد في العيد ويفرح بهذا الثوب الجديد الله سبحانه وتعالى يرحم الإنسان لأنه رحم الآخرين عندما يأكل طعاما هذا اليتيم ويدعو لهذا الإنسان الباذل هذا الدعاء يدفع عن الإنسان الشار والآفات في الدنيا والآخر واحد يحاول بمقدار إمكانه ألا يقصر في هذا المجال هذه النقطة الثانية لنجعل هذا العيد عيد الفقراء والنقطة الثالثة ونختصر لنجعل هذا العيد عيد التوجه والتضرع والإناب إلى الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم الشايع عندنا أنه شهر رمضان انتهى وانتهى كل شيء هذه غفلة في الواقع عيد الفطر جدا مهم وفي بعض الأحاديث هذا الحديث مروي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام في ليلة عيد الفطر أحيى الليلة إلى الصباح بالصلاة والعبادة لا في البيت وإنما في المسجد وقال الإمام إن هذه الليلة لا تقل عن ليلة القادر كم نهتم بليلة القادر ليلة عيد الفطر لا تقل عن ليلة القادر هذه الليلة وهذا اليوم كما يقول العلماء يوم توزيع الجوائز مثل واحد عامل عدكم من الصباح للليه الآن جاي وقت أخذ الأجر فيروح ينام يروح يغفى هذا هو الوقت الذي ينبغي الانتباه واليقضى فيه هذه الليلة جدا مهم ويوم الفطر جدا مهم إن تلاحظوا صلاة العيد صلاة العيد في الواقع صلاة السؤال من الله تعالى يعني جاي إلى الله سبحانه مقدم مقدم تذكر الله بمجده بعظمته ثم ماذا ثم سؤال أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا ثم واحد يسأل سؤال إذا تلاحظون صلاة العيد فيها تسعة قنوتات فالركعة الأولى فيها خمس قنوتات فالركعة الثانية فيها أربع قنوتات قنوت يعني مظهر من مظاهر التضرع إلى الله سبحانه وتعالى مثل الفقير أحيانا يأتي إليكم يمد يده تضرع أما إذا اجأ ومد كلتا يديه إليكم هذه درجة كبيرة من التضرع صلاة السؤال من الله سبحانه وتعالى في صلاة الآيات فيها عشر ركوعات صلاة الآيات خضوع يعني يا الله إذا ابتعدنا عنك إذا أذنبنا إذا عصينا الآن نخضع ونركع لك أكو فرق بين الصلاة فصلاة العيد صلاة السؤال من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يعني ليلة عيد الفطر ويوم عيد الفطر واحد ينبغي أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في كلمات بعض العلماء فإن الخائب أي خيب من غفل عن هذا اليوم يوم السؤال ويوم توزيع الجوائز نختم كلامنا بروايتين الرواية الأولى يقول الراوي دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم عيد عيد من الأعياء فإذا عنده فاثور يعني خوان عليه خبز السمراء يعني الحنط وصفحة فيها خطيفة وملبنة هذا طعام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في يوم العيد نحن نفكر في المظاهر المادية للعيد ولكن أمير أمير المؤمنين صلوات الله عليه يفكر في الأبعاد المعنوية للعيد صفحة فيها خطيفة خطيفة دقيق يعني الطحين ويهي اللبن الظاهر أن اللبن بمعنى الحليب كأنه هكذا يبدو حليب ودقيق يعني الطحين طابخي وهذا طعام الإمام مع الخبوز وصفحة فيها خطيفة وملبنة ملبنة يعني ملعقة فقلت يا أمير المؤمنين يوم عيد وخطيفة هذا هو طعام يوم العيد فقال الإمام إنما هذا عيد من غفر له الإنسان الذي غفر الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم عيده العيد لا يقاس بالمظاهر المادية وإنما يقاس بغفران الله سبحانه وتعالى الرواية الثانية أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه خطب وقال عباد الله وهذه بشرة لنا جميعا إن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان لعله هذا اليوم آخر يوم من شهر رمضان ومن الجدير أن المؤمنين يستهلون في هذه الليلة حتى تتحد الكلمة بالنسبة إلى يوم العيد إن شاء الله أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان أبشروا عباد الله فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم الذنوب التي مضت كلها مغفورة إن شاء الله فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون الإنسان يبدأ ابتداء من يوم العيد بحياة جديدة هذه الروحانية هذا الصفاء الذي اكتسبناه إن شاء الله في الأيام الماضية في ليالي القادر في أيام الصيام في دعاء السحى هذا الصفاء واحد يحاول أن يبقياه لا يخلي يروح إذا واحد منه كان في أسحار شهر رمضان يصلي لله سبحانه وتعالى يتنفل لله سبحانه وتعالى لا يخلي هذه الحالة تنتهي بانتهاء هذا الشهر واحد كل يوم يقوم لصلاة الصبر أربع دقائق قبل الأذان يقوم دقيق قبل الأذان يقوم عشر دقائق قبل الأذان يقوم ويصلي ركعتين لله تعالى حقيقة هذا العمل للذين يقومون به فيه لذة لا تعادلها لذة هو الإنسان يشعر بالنور في قلب بالروحانية في باطن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة حالة الالتذاذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى بعد هذه اللذات المادية كلها تكون حقيرة بالنسبة إليه ذلك الرجل الذي كان يفكر في تلك الأميرة وكان يفكر أن يتزوج تلك الأميرة الأميرة كانت أميرة عاقلة قالت أنا ما عندي مانا ولكن بشرط أن يصلي صلاة الليل أربعين ليلة بشرائطها بآدابها فصلى صلاة الليل أربعين ليلة ولم يعود فبعثت إليه قالت له لماذا لم تعود قال في يوم الأيام اللي ما كنت أعرف الله سبحانه وتعالى كنت أفكر في هذه الأشياء المادية الآن عندما عرفت الله سبحانه وتعالى بعد ما أفكر في شيء آخر الإنسان إذا ذاق لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى وحلاوة الدعاء وحلاوة الذكر بعد هذه اللذات المادية كلها تكون حقيرة بالنسبة إليه بعد لا يعص الله سبحانه وتعالى لأجل هذه الدنيا الفانية الحقيرة هذه الروحانية التي اكتسبناها من هذا الشهر نحاول أن نحافظ عليها وأن نبقيها بمشيئة الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا أصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بكل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوامضاتي اشترك 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 ترجمة نانسي قنقر